خلونا نذهب إلى حصل إيه في هذا المؤتمر الحقيقة المؤتمر مشي بالتدريج حكى الحكاية والحكاية تعود لـ 2017 من 2017 أو 2018 لحتى 2021 ماذا حدث؟ تسلمت الشركة أو مجلس الإدارة تسلم الشركة بخسائر كثيرة وكان هناك عدد من الأهداف والتحديات الإصلاح الاقتصادي، التحول من الخسارة إلى الربح عادة الإعلام إلى الرياضة، تطوير المنصات الرقمية وإلى ذلك والحقيقة أنه بالفعل الشركة كانت عندها الجرأة أنها تفصح بشكل واضح أمام الجميع عن الدخل المجمع للقنوات الفضائية في رمضان دي الاتحديات يعني اللي كانت معمولة لي أو كانت تواجه مجلس الإدارة ووقف نزيف الخسائر، اعتماد أنظمة تكنولوجية صدورة تقارير مالية إعادة هندسة الكيانات الإعلامية يعني فيه عمل داخري لريستركتشرينج الشركة خاصة أنها زي ما قلت مش مجرد محطات تلفزيونية هي محطات تلفزيون، محطات راديو، محطات صحف، مواقع، خدمات إعلامية أخرى ففيه هيكلة كثيرة بتحصل فيه كل الشركات والحقيقة أن الشركة كان عندها الجرأة أن تفصح على عن نتائجها المالية من 2017 وحتى 2021 وهم اختاروا شهر رمضان فقط مش بس بقى فكرة قالك أنا هختار برامتر واحد أو حاجة واحدة أقدر أعمل عليها المقارنة لأننا لو فتحت المقارنة بقى بنصرف قد إيه في السنة والنتائج وكده ممكن يبقى فيه يعني تفاصيل كثيرة ولكن إحنا هنا بنتكلم على أن استلمنا أو المتحدة استلمت الشركة في رمضان 2017 بتعمل عندها قدمت 17 عمل كانت تحقق خسائر كل بالأحمر ده يا جماعة خسائر 469 مليون أو 470 مليون جنيه ارجع بقى لـ 18 تراجعت الخسائر بقت برغم أن زادت الأعمال 101 مليون ثم 19 يعني ابتدينا بقى الخسائر رجعت أكتر بقت 20 مليون 20 زادت شوية بقت 45 مليون 21 هنا عدينا الخسائر وذهبنا إلى تحقيق الأرباح لأول مرة هي القنوات التلفزيونية بتنجح أو بتكسب؟ ده سؤال طرحه مهندس حسام صالح أيوة ممكن القنوات التلفزيونية تكسب هكلمكم على فكرة الأرباح والتأثير يعني الأرباح ليست هو الهدف فقط ولكن فكرة الأرباح وأيضا التوعية والتأثير في دور آخر الإعلام لكن احنا هنا بنتكلم عن الشركة كأداء مالي علشان الكلام بقى عن الخسائر والفساد والكلام بقى اللي هو كتير ده هذه ضبط مالي يعني احنا وإحنا بنبص كده في شهر واحد نعم هناك انضباط مالي واضح جدا وهناك تحقيق أرباح 256 مليون جنيه ممكن على فكرة حد يقولك 256 مليون جنيه ده مش رقم كبير في التلفزيون تمام ولكن انت عديت الخسائر وقدرت انت انت تحقق أرباح في ظل ظروف صعبة على فكرة مش سهل تحقيق أرباح يعني من الصعوبة جدا على محطة تلفزيون او محطات تلفزيون عموما انتوا حقق أرباح اذا ده الدخل المجمع او دي قائمة الدخل المجمع للخناية الفضاية زي ما انتوا شايفين من 2017 حتى 2021